يقول تعالى وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ بمجرد أن يجري العقد مأذون الزواج ويلتقي ذلك الشاب بتلك الشابة ينجدب إليها تنجدب إليه يبقى معها ثم يعود إلى منزله لينتظر النهار ليعاود اللقاء بها هذه المودة الله تبارك وتعالى بفضله جعلها بين الأزواج ثم مسؤولية الزوجين أن يبقى شجرة المودة مثمرة لأنها قد تسقى فتنمو وتترعرع وتبقى حية فاعلة وقد لا تسقى فتذبل وتذهب المودة ويحل محلها النفور وقد تحصل الكراهية حديث الليلة حول رواية لمولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام فيما يرتبط بالحد الأدنى فيما يسقي شجرة المودة الرواية عنه لا غنى بالزوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه وبين زوجته ما يستغني عن ثلاثة أشياء حتى تبقى العلاقة سليمة يحتاج أن يقدم ثلاثة أمور وهي واحد الموافقة تكون نفسه توافق الأخرى يعني يجي رجول كل شيء لا يجوز لا كيف تسمح لي أروح بيتها لي لا قودي أريد أسوي كذا لا أريد ألبسها لا إذا كان هكذا يتنفر الزوجة الرواية تقول الموافقة ليجتلب بها موافقتها ومحبتها وهواها وحسن خلقه معها يعني الموافقة وحسن الخلق هذا لقم واحد لا غنى في البيت الزوجي أن يقدم الزوج الموافقة وحسن الخلق هذا لقم واحد اثنين قال واستعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها البعض يعتقد أن المرأة تتزين لزوجها الرجل حتى لو جاء بلا نظافة شخصية رجاله لا ليس صحيحا أنت نفس هي نفس يوم من الأيام واحد في الرواية الحسن بن الجهم لعله التقى الإمام الكاظم صاحب السجدة الطويلة شاف خاضب فكان متعجب إمام ويخضب كأن شباب قال لي اختضبت متعجب قال الإمام نعم ذاك أعفل النساء إذا أنا أتهيئ أنا أساهم في عفة الزوجة إذا أنا لما أتهيئ تنفر مني قد تفتح عينها على شخص آخر فالأمر الثاني التهيئ على مستوى الهيئة الأمر الثالث قال وتوسعته عليها عندك وسع يستحب التوسع على العيال حتى روي أنه أفضل من الصدقة ما تبسطها كل البسط فتدخل في دائرة الإصراف أو التبذير لكن ما دام فيه سعى وسع كثير من النساء تشتكي الزوج البخيل وفي نظرة يتدخر الدرهم الأبيض إلى اليوم الأسود وبالتالي يحول حياته إلى يوم أسود من الآن لأنه ما فيه استقرار في البيت وفيه تشاحنات فإذا هذه ثلاثة أمور أخلاق وتهيئ في الشكل وسعى في العطاء الأمر الآن اللي يخص النساء قال ولا غنا بالزوجة فيما بينها وبين زوجها الموافق لها عن ثلاث خصال ثلاثة بثلاثة تعادل وهن واحد صيانة نفسها عن كل دنس لا تخلي القلب يدخل الشك واحدة في التلفون من جزوجها بندت الشيطان يدخل يقول ليش بندت تتكلمي يمين واحدة تقول لي لو سمحت أنا بروح بيت والدي تفضلي يمر عليها بيت والدي يقول ما جدت اليوم تقول له وقيت لك ورح صديقة تمكن ما تقبل تخليه بعد ذلك يدخل الشيطان ويشك فالرواية تقول صيانة نفسها عن كل دنس حتى يطمئن قلبه إلى الثقة بها في حال المحبوب والمكروف في الشدة والخاف في المكروف المحبوب هو يقول له هذه مرانة وثق فيها مستحيل الأمر الثاني المطلوب من المرأة اتجاه زوجها قال وحياطته يعني شنو تتعهده وش يحتاج بين ليه انه هي تبيه تقدم ليه ليكون ذلك عاطفا عليها عند زلة تكون منها يعني كريدت مودة إذا هي وش ما تريد شي بطلع تريد شي وروح انام قبل لا انام تريد شي اقدم لك اجيب لك شي اذا شاف انه تحوط بالعناية يوم اللي تخطى يقول هذه محسنة ما تقصر يا ايه اصفح في كريدت مودة لهذا الامام قال ليكون ذلك عاطفا عليها عند زلة تكون منها بعد واظهار العشق له بالخلابة تتودد اليه كلام اللطيف يحب يسمعه من زوجته فهذه ايضا فالامر الثاني انتهينا الامر الثالث والهيئة الحسنة لها في عينه تتجمل له اليوم اشتك الرجال يقول زوجتي تتجمل لغيري يقول استغفر الله كيف قال يعني عندها فراح عندها شيء عندها حفلة ميلادي سباتها تنزين ليهم انا ليس لي نصيب لان خلصت منهم دارت لي وش رايق حد وصرت لا مو لي هذا هذا مو لي فاذا كانت الزوجة لا تتهيأ لزوجها قد يفتح عيني بالحرام بينما المرأة التي تنظر ماذا يحب زوجها وتتهيأ له هذه تحصنه وما يفكر يرح يمينه الشمال طبعا متبرير لكن نقول حتى يكون مشبعا بحلاله فلا يخدعه الشيطان اذا هذه ثلاثة امور ثلاثة امور تعبير الامام لا غناء يعني ضرورة للبيت الزوجي لكي تبقى شجرة المودة هذه الامور الستة ثلاثة من الرجل ثلاثة من المرأة والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين